اشتركوا في القناة ارعبتها كلمة لم يستطيعوا قتلها فاغتالوا صاحبها وصاحبها زميل في عائلة الصحافة العراقية الموجوعة بقيود الحرية المهددة بسلاح منفلت افلت من العقاب لينهي حياة الصحفي احمد عبدالصمد قبل ثلاثة اعوام عندما حاول بفرصة اخيرة قبل الرحيل ان يطلق العنانة لكلمة حرة كيف يا ارد اهتفضد ايران اهتفضد امريكا اهتفضد الكويت شنو اعلاق بكم بيه اذا معروفة القضية الان الاوراق انكشفت بعد كل من قام يلابع المكشوف الان القي القبض على منفذ جريمة اغتيال عبدالصمد لكن لم تتكشف اوراق الحقيقة الكاملة فالمعروف المجهول في عرف الروايات الرسمية او كما يصرح ناشطون امام المجتمع الدولي نجدة لما يراق من دم صحفيين معروف يتبع لميليشيات خفية تحركها ولاءات تفرخ انتماءات ابعد ما تكون عن العراق وحين يكون ثمن الكلمة باهظاً هذا ما يؤكده المرصد العراقي للحريات الصحفية اذ وثق مقتل اكثر من خمسمائة الصحفي منذ عام 2003 الى يوم هذا اغتيل عبدالصمد والمصور صفاء غالي وهشام الهاشم وايهاب الوزني نشطاء وصحفيون كانوا قد نطقوا بوجه ولاءات خارجية لكنهم فتحوا درباً لنشطاء العراق بالاستمرار على نهج كلمة الحرية وكأن عبدالصمد في اخر تقرير له الذي تحدث فيه عن الاغتيالات بحق الصحفيين عرف انه سيكون ضحية جديدة لصناعة الموت وكأنه يقول اما ان يكون هذا حال الصحافة الحرة في العراق او قد كشف حقيقة ما يواجهون اشتركوا في القناة